السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في فيديو جديد وسريع لمنتج المنتج هذا صغير جدا لكن إمكانياته كبيرة اللي هي ساعة هواوي واتش بودز ليش فيها كلمة بودز؟ لأنها تتحول ما بين ساعة وسماعة بنفس الوقت نتكلم عن مواصفاتها المميزات اللي موجودة بداخلها بالإضافة هل هي ترتبط مع الأندرويد أو أجهزة الآيو اس أو كلا النظامي التشغيل وإش هي المميزات اللي بداخلها يلا خلونا نبدأ مع بعض زي ما تلاحظون في البداية هذا هو السوار من الجلد وملمس ناعم لو تلاحظون أنه مستخدم كثير لأنه يعني للأمانة أنا قلت بس تخدم الساعة تقريباً لمدة أسبوعين قبل ما أسوي هذه المراجعة حطيت مقطع صغير فقط أبين الميزة الرئيسية اللي هي ساعة وسماعة بنفس الوقت هذه السماعتين اللي موجودة فيها جميلة فعلاً الفكرة اللي موجودة بداخلها أنا استغربتها استغربت كيف يعني جمعها وهالمنتجين بداخل نفس حجم الهيكل اللي تعودنا عليه من ناحية الساعات شوفوا هذا هو هيكل الساعة ما فيه زود على الهيكل الساعات القديمة لو تلاحظون هنا المستشعر طبعاً هذا المستشعر يبدأ يشتغل وهذه الإضاءة اللي تتعرف على نبضات القلب بمجرد وجودها هنا طيب خلونا نأخذ واحدة من السماعات نشوف شكلها عندنا زي البلاستيك اللي موجود هنا وهذا البلاستيك يعزل الصوت طيب شفتوا شكلها زين خلوني وانا ماسكها هنا بوريكم شكل الثانية وركزوا نفس الشكل الحين أنا تلخبط وشه اليمين ووشه اليسار وأكيد أنتوا تتساءلون كيف لو أنا مفكت مني السماعة وشلون بعرف اليمين وشلون بعرف اليسار وخلونا أكثر نسويها زي حركة النرد طيب ورجعناها ميزة هذه السماعات إنه لو تحط كل واحدة يمين ويسار هنا عزل لأنه طبعاً موجود فيها البلاستيك طيب الميزة الأولى في هذه السماعات العزل عن الضجيج نقدر نشيل العزل بالضغط ثلاث مرات أو النقر ثلاث مرات طيب أنت ما تبغى أو ما تعرف مكان السماعة عندك هذه المساحة بالأذن وعندك هذه المساحة خارج الأذن لما تنقر عليها نقرتين تشغلك الموسيقى لما تنقر ثلاث نقرات يغير لك وضع اللي هو عزل الضجيج أو الأويرنس اللي يسمع اللي حولك أو يغلق لك عزل الضجيج يعني لما أضغط هنا يشغلي على طول مقطع موسيقي من هنا تثلي العزل طيب نقلب السماعات من أماكنها رح يقول لي الآن أنه أنت لابس السماعة هذه تم برمجتها على يمين وهذه تم برمجتها على يصار فهي تتعرف على مكان السماعة اللي أنت حاطها بأي أذن شيء رائع جدا طيب أول ما رجحها لمكانها اللي لاحظته هنا أنه يقول لك حطها فوق لا تحطها تحت طبعا لها مكان تحت حطيناها تحت قفلنا رجعنا فتحنا لقناها متعلقة فوق طبعا ليش متعلقة فوق هذا موضوع ترى فلسفي أكثر بكثير لو تخيلناها تحت صعب أني أطلحها يعني بحتاج بكل مرة أجيب معي من قاش عشان أخلعها من من تحت لكن شوفوا كيف طلعت على فوق هذا أسهل أنك على طول تأخذها كذا جميلة فعلا وراقيا طيب وش اللي موجود طبعا من الأسفل أو من الخلف الجهة الخلفية هذه مكان المستشعر من الأمام الشاشة والأسفل هنا عندنا الزر هذا شاهدوا هذا الزر هذا مكان الزر جاي بالأسفل نضغطه تفتح معنا على طول هذه السماعة من الداخل هنا موجود الجهاز والمعالج وكل هذه الأمور طيب من ناحية هل تقبل أنها ترتبط مع جهاز أندرويد طبعا هل تقبل أنها ترتبط مع هواتف الهواوي طبعا وبكل تأكيد على فكرة هي بنظام الهارموني أو اس اللي هو نظام تشغيل طبعا صممته شركة هواوي طيب نجي على الآيفون هل يقبل على الآيفون أقول لكم بكل تأكيد يقبل على الآيفون وهذا تطبيق هواوي هيلث لكن قبل ما نفتح هواوي هيلث نتأكد أنه البلوتوث يشتغل تطبيق هواوي هيلث هذا هو اللي تشوفونا أمامكم ندخل نحط كل المعلومات عدد الخطوات اللي مشيتها عدد السعرات الحرارية اللي تم حرقها أمور كثيرة نروح تحت عند الأجهزة نقدر ندخل على الساعة زي ما تشوفون الآن ونتحكم بكافة الخواص والخصائص اللي بداخلها البطارية نقدر نغير واجهة الساعة زي ما تشوفون عندنا عدة واجهات طبعا يطلعلي في كل سماعة أذن عزل الضوضاء عندنا إدراك الأصوات المحيطة المؤثرات الصوتية نقدر إيجاد السماعة لوحدة طايحة تقدر تخليها تصدر صوت عندنا المراقبة الصحية عندنا إيجاد الجهاز اللي هي الساعة كاملة عندنا المنبه عندنا حالة الطقس عندنا جهات الاتصال المفضلة طبعا طالما أنه فيها سماعات معناته أنت تقدر تستخدم السماعة مع ساعة وكأنهم اثنين في واحد أول ما يجي لك اتصال تحط السماعة بإذنك وتعطيها نقرتين وعلى طول بترد على المكالمة عندنا نبضات القلب وعندنا أنماط الرياضة وهي التمارين اللي طبعا متعارف عليها تدعم أنماط بعدد كبير جدا حتى من ضمنها تمارين المشي المشي السريع الجري أو الجري الخفيث عندنا حتى الدراجة استخدام الدراجة عندنا ألعاب الضغط ألعاب الأخرى السباحة وغيرها من المواضيع في موضوع ببقى أني ذكرت السباحة طبعا السماعة اللي أنا استغربتها أنه لما أغسل وتكون موجودة بيدي ويصل لها شوي قطرات موية طبعا على طول يطلع لي تنبيه في الشاشة أنه حجرة السماعات موجود فيها موية ببقى في هذه السماعة وهذه السماعة وآشان يمكن ما يحصل التماس لكن دخل فيها موية أكثر من مرة والساعة شغالة معاي الإشعارات اللي تيجي لك لأنها تدعم الإشعارات وحتى الإشعارات اللي تيجي من الواتساب التويتر يوتيوب أي إشعارات توصلك تقدر تفعلها وتوصلك أيضا باللغة العربية وبس أتوقع هذه أهم المميزات اللي تفيدك أنت أو أنت كمستخدمين أتمنى إن شاء الله أني وفقت في هذه المراجعة وألتقيكم إن شاء الله في مراجعات أخرى لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب شرفوني بالانضمام للقناة وأشوفكم في مقاطع أخرى وفي أمان الله